لم أستفد من الدعم رغم أني رب أسره وأتوفر على جميع الشروط للاستفادة قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أماكن سياحية في المغرب ودائما مع الدعم والاستفادة من الدفعات ويبقى دائما السؤال بدون جواب والشكاية في طور المعالجة والرد عليها بحجة أنك لا تستوفي الشروط لاستفادة من الدعم ما هي هذه الشروط الله أعلم فيما يلي بعض تعليقات للمقصيين من الدعم الأول قال أنا مواطن متزوج ومهنتي بائع متجول وما عنديش دخل آخر نعيش منه الأسرة ديالي ورغم ذلك ما استفد لم ندفع الأولى ولا الثانية ولا حتى الثالثة وبعد خروض شكاية من طور المعالجة كان جواب اللجنة القيقظة أني لا أستوفي شروط لاستفادة بالله عليك وشكين شروط أكثر من أنك مواطن لا تتوفر لا على الصندوق الضمان الاجتماعي ولا على بطاقة رميد ولا على حساب بنكي تعليق آخر من ناديل في المقهى فقط العمل منذ مارس حتى الآن مخدمش بسبب الجائحة ما عنديش ضمن اجتماعي ما استفدش نهائيا من الدفعات الثلاث وشحنا مشي مغاربة تعليق آخر لم أستفد من أي دعم رغم أني متزوج وأب لتفلين وقد فقدت عملي منذ بداية الجائحة ووضعت شكاية قبلت بالرفض بدعوة أني لست رب أسرة تعليق آخر من مراكش العائلة متكونة من أربعة أشخاص المهنة مساعد تاجر في بيع وشراء منتجات الصناعة التقليدية مهنتنا تعتمد على السياحة تعليق آخر رب أسرة مكون من أربعة أفراد أعمال في قطاع غير مهيكل ولم أتوصل بالدعم كانت شكاية في طور المعالجة جوابوني لا تستفي الشروط ما عرفت شنهما هاد الشروط تعليق آخر أنا في الشروط لاستفادة مع طوني والو الشكاية في طور المعالجة مدة أربعة شهور وفي الأخر قالوا لي ما فيك الشروط لاستفادة وانا في الشروط لاستفادة أشغان دير أسئلة مقصيين بدون جواب شكايتهم قبلت بالرفض لأنهم ما كيتوفروش على الشروط لاستفادة من الدعم والشروط شنه هي غتكون القطاع غير مهيكل محتاج وش عندهم حساب بنكي وش عندهم الضمان الاجتماعي لا شيء وهنا قالوا أنا أعرف كثير من الناس عندهم واستفدوا ما دروا معهم ولو في حين كانوا قالوا باللي اللي عنده الفلوس واستفد من الدعم غتكون ليه متابعة ومن هاتش يقولوا إلى الشخص عنده الفلوس هلاش قبل الطلب ديالهم واستفدوا من الدعم إلى كانت متابعة في حين الأشخاص اللي كيستحقوا باش يشدوا دفوعات مشدوهاش إذن ما كاناش حتى متابعة للشخص باش يعرفوا واش كان عنده الفلوس ولا كيتوفر على الفلوس ولا ما كيتوفروش إذن كانت طلبات عشوائية والشكايات اللي تقبلت كانت حتى هي عشوائية ما كان لا متابعة لوالو من الأشخاص اللي كيستحقوا باش يشدوها مشدوهاش والأشخاص اللي ما يستحقوهاش وشدوها فين هالدرسة اللي داروا المسؤولين وحرمت الآلاف الأسر في القطاع الغير المهكل من الدعم ديال الصندوق كورونا اللي كانوا لكثير من الأسر عوالين على هالدعم خرجوا بلا عيد نتمنى تكون فتح بوابة جديدة لتسجيل المقصيين من الدعم راه المسكين وصلت للعظم إلى هنا ينتهي الفيديو ولي ما مشتركش معي يشترك باش يتوصل بالجديد إلا كانت شي حاجة جديدة وتبقى على خير